السلام عليكم وحياكم الله معنا في كوسيل المختصد والمضالطات المنطقية طبعاً المضالطة رقب خبسة رجل الغش هذا رجل الغش طبعاً باختصار الذي يعطى انطباع بدحث الحجة الخصم إذا كانت حجة تغوية وفكرة تغوية فهو يربطها بحجة ضعيفة عساسي هاتم الحجة ضعيفة طبعاً تسميت رجل الغش هذه كانت ممارسة المغاتليين في عصور الوسطى أن يحطون رجل ويحشون الغش فيقومون يطعنونه كأنها خصم فهذا أساس التسمية طبعاً سبب أنها مغالطة لأنها عادة عرض وسياغ حجة الطرف الآخر يستبدلها يغيرها يحدد فيها يشويها حتى تكون ضعيفة فيقدر يرد عليها لأنه ما يقدر يرد علي الحجة الرئيسية طبعاً من المثلة مثلاً عندنا كان مثال أن هذا الانتخابات الأمريكية واحد اسمه لندون جونسون عام 1964 هذا كان الموضوع كتب أنه صرح أن التصويت الكولدووتر ومنافسه هو تصويت الحرب النووية طبعاً التصويت الكولدووتر موضوع يعني عنده يعني كاريزمة معينة عنده إنجازات عنده أمور طيبة كثيرة فالناس راح تصويت لها بس إنه طلع من خلال التصويت الحرب النووية كل الناس طبعاً ما تكره الحرب النووية تكره الحرب بصورة عامة فعشان يطعن في انتصار الرجل فتكلم أن هذا من راح يجيب حرب نووية لكم فنفس الطريقة في مثال مثلاً المطالب يدعم الأمهات والمطلقات ومطالبة مطالبة بين تنال بعض العاطلات ما لم يناله مواطنون شرفاء يعملون بكدهم وعلاقهم طبعاً المطالبة يدعم الأمهات والمطلقات اللي محتاجات هذا شيء طيب وشيء جيد لكن فعلاً في الجهة الثانية إذا فيه عاطلات وما يحب أن يشتغل وانتدعم هذا بعد شيء موجهيد فهو ربط هذا بهذه فهاجم مسألة العاطلات وخلنا فكرة رئيسية اللي هو دعم الأمهات والمطلقات اللي محتاجاتها طبعاً الرد عليها أن يجب الرد على الموضوع الرئيسي وليس ربطه ومسلمات ليست لها علاقة يعني هذا باختصار يكون رد ونتوضح لنا هذه مقالبة وشكراً شكراً لكم